السلام عليكم طلاب اليوم رح نبدي بالجزء الثاني الفصل الاول الحركة ونبدي بالدرس الاول القياس نجي نعرف القياس القياس هو طريقة لوصف الكميات والتعبير عنها بارقام يعني ريد نقيس شي كمية نجي نعبر عنها بارقام نعبر عنها بارقام ونقيسها هذا يسمو القياس نعرف شنو القياس مثلا نقيس الطول زين الزمن الكتلة الوزن درجة الحرارة هذي الاشياء اللي ممكن نقيسها كامتلة اهمية القياس نجي نعرف ونقول ونشرح شنو اهمية القياس يعني شنو اهميتها بحياتنا نقيس الكميات الفيزيائية حتى نوصفها حتى يسهل علينا ادراكها وتفسيرها اضافة الى كيفية التحكم بالمتغيرات المؤثرة فيها وبيان العلاقة بين الكميات الفيزيائية وتلك المتغيرات يعني همينا احنا من نقيس الكميات نوصفها حتى نعرف شنو هي ونفسرها وشون نتحكم بالمتغيرات اللي تأثر بيها ونبين العلاقة بين الكميات الفيزيائية وهاي المتغيرات المؤثرة بيها هذي اهمية القياس نجي على عناصر القياس الاساسية للقياس ثلاثة عناصر اساسية الكمية الفيزيائية نظام وحدات القياس آلات او ادوات القياس اذن عناصر القياس الاساسية هي الكمية يعني الكمية اللي اردق قيسها ونظام الوحدات الوحدات القياس والآلات اللي اقيس بها وادوات القياس هذي عناصر ال الأساسية للقياس نيجي على دقة القياس دقة القياس هي عملية القياس اللي تجريب أدوات وأجهزة قياس يصاحبها نسبة خطأ إذن ماكو شي ممكن قيسة تكون دقة القياس ماتها مضبطة بـ 100% لازم أكون نسبة خطأ بمقدار الكمية المقاسة فهذا يدل على انحراف القيمة المقاسة عن القيمة الحقيقية يعني المفروض أنه دقة القياس تكون 100% بس أكيد لازم يصير نسبة خطأ ولو نسبة ضئيلة جدا فهذا يدل على انحراف القيمة المقاسة عن القيمة الحقيقية يعود هذا الخطأ إلى شنو يعني شنو السبب اللي يصير بخطأ ليش ليش من أقيس دقة القياس تكون بها نسبة خطأ ليش السبب يعود إلى أداة القياس ممكن أداة القياس تكون مو مناسبة أو يعني مو دقيقة أو ضعفه بمهارة الشخص الشخص اللي يكون هو دقيس مهارته ضعيفة بالقياس في حين الهدف الرئيس لعملية القياس هو تقليل هذا الانحراف يعني أنا أركز على تقليل الانحراف تقليل نسبة الخطأ بالقياس حتى يكون أقرب إلى الصفر للحصول على قيمة دقيقة للقياس إذن من دقة القياس وهذا الشرح كله أفتهم أنه أكو خطأ بنسبة القياس وهذا الخطأ يعود إلى إما أداة القياس أو ضعف بمهارة الشخص اللي يقيس ف إحنا نحاول أنه نقلل من من قيمة الانحراف نقلل من نسبة الخطأ بالقياس نجي على الاتجاهات والكميات الكميات الفيزيائية يمكن أن تصنف تبعا لطريقة وصفها وقياسها إلى كميات مقدارية كميات اتجاهية الكميات المقدارية هي قياسية يعني معناتها يسموها وهي الكميات التي توصف بذكر مقدارها ووحدة قياسها يعني شون نوصفها نذكر مقدارها ووحدة القياس مالتها مثل شنو الحجم الكتلة المسافة والانطلاق الكميات الكميات الاتجاهية هي الكميات التي توصف بذكر مقدارها واتجاهها يعني من اسمها اتجاهية لازم نوصف المقدار مالتها والاتجاه أيضا مع ذكر وحدة القياس وحدة القياس من الضروري ذكرها لمن انقيس فالكميات المقدارية توصف بذكر المقدار والقياس الوحدة الاتجاهية لازم مقدارها واتجاهها ووحدة قياسها ممكن انه نقارن بين الكميات المقدارية والكميات الاتجاهية أيضا تجي تعاريف فمن الامثلة على الكميات المقدارية الحجم انكتلا المسافة الانطلاق امثلة على الكميات الاتجاهية الازاحة السرعة والتعجيل والقوة هذا فيما يخص تصنيف الكميات الفيزيائية اذا الكميات الفيزيائية يمكن ان تصنف حسب طريقة القياس والوصف الى كميات مقدارية وكميات اتجاهية الكميات المقدارية نقدر نوصفها بذكر المقدار ووحدة القياس أما الكميات الاتجاهية نوصفها بذكر مقدارها واتجاهها ووحدة قياسها أمثلة على الكميات المقدارية الحجم الكتلة المسافة الانطلاق وأمثلة على الكميات الاتجاهية مثل شنو انقيص الإزاحة سرعات تعجيل هذه القوة لازم نذكر المقدار والاتجاه ووحدة القياس أنظمة وحدات القياس عدنا نظام دولي للوحدات احنا عدنا أنظمة مختلفة لوحدات القياس مثل النظام البريطاني للوحدات اللي هو باونت قدم ثاني يعتمد عليه والنظام الكاوسي للوحدات اللي هو لغرام والسنتيمتر الثاني هاي الأنظمة عدنا نظامين أما النظام اللي نتبعه اللي هو نظام الثالث النظام الدولي للوحدات نظام الدولي للوحدات يشمل على سبع وحدات أساسية مبينة بهاي الجدول الطول أو البعد وحدة قياس المتر نرمز لأم الكتلة بالكيلوغرام كيلوغرام الزمن وحدة قياسها الثانية درجة الحرارة الكيلوغرام كيلوغرام درجة المطلقة يرمز لكي التيار الكهربائي نقيسه بالإمبير ونرمز لأي قوة الإضاءة الشمعة القياسية ونرمز له سيدي كمية المادة الكمية بالمال ويسموه مال إذن سبع كميات هنا نقدر نحددها وحدة القياس والرمز معلتها هاي جدول يخص الوحدات الأساسية بالنظام الدولي للوحدات وهذه حفظ 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 نجي على الوحدات الأساسية الوحدات الأساسية تستعمل التعبير عن بقية الوحدات المشتقة إذن هناني الوحدات الأساسية تستعمل التعبير عن بقية الوحدات المشتقة بعض الأمثلة مثل شنو عدنا وحدة قياس الحجم متر تكعيب مين مشتقة مشتقة من مكعب المتر يعني متر في متر في متر هي متر تكعيب إذن وحدة قياس الحجم اللي هي متر تكعيب هي وحدة مشتقة مو وحدة أساسية وحدة قياس السرعة السرعة متر على سكند هي وحدة مشتقة وحدة قياس القوة نيوتن وحدة مشتقة إذن الحجم متر تكعيب نين جبناها اشتقيناها من متر في متر في متر يعني متر تكعيب هاي وحدة الحجم وحدة السرعة أيضا مشتقة ليش لأنه تكون حاصل ضرب المتر على الثانية ليش؟ لأن السرعة هي شنو المتر على الثانية المتر على الثانية اللي هي سكند وحدة قياس القوة اللي نيوتن وحدة مشتقة يعبر عنها حاصل ضرب الكيلوغرام في المتر على الثانية تربية إذن إذن العفو الوحدات المشتقة عدنا الحجم السرعة القوة شو نعرف هاي وحدات أساسية وهاي وحدات مشتقة اللي بهذا الجدول هي وحدات أساسية وحدات أساسية وحدات أساسية شكو شكو قياس يطلع من هذني يعني مثلا المتر على الثانية هاي حتطلع لي السرعة يعني الطول أو البعد على الزمن رح يطلع لي السرعة هذي السرعة مشتقة ليش مشتقة لأن جبناها من الطول أو البعد على الزمن المتر على الثانية second فهذي وحدة مشتقة إما إذا جدتي وحدها طول اللي هو المتر وحدها هاي أساسي إذا لا اشتقينا طلعناه من عنده من هذا الجدول معناته هذي وحدة مشتقة مثل عندنا هنان الأمثلة اللي هو الحجم والسرعة والقوة ذني وحداتهن طلعناهن من هذا الجدول فهاي وحدة مشتقة يعني ممكن يجي سؤال اشتق الوحدات السرعة أو القوة أو الحجم فنجي نقول وحدة وحدة قياس الحجم وحدة مشتقة مكعب المتر السرعة جدتي من حاصل قسمة المتر على second اللي هو الطولة أو البعد على الثاني القوة القوة من نجتي من كيلوغرام الكتلة في المتر على الثانية تربيع زين عيني طلاب هاي مخص الوحدات الاساسية وتخص الوحدات المشتقة فنجي هسة على أدوات وأجهزة القياس أدوات وأجهزة القياس تستخدم عملية القياس كميات الفيزيائية مثلا عندنا شنو القدمة المانومتر 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 العفو جهاز قياس الضغط يمكن تعرف إلى بعض منها بالصور الآتي عندنا هذا جهاز قياس الضغط اللي هو المانومتر المانومتر والأميتر زين عيني عندنا لقياس التيار الكهربائي والقدمة لقياس الأبعاد الصغيرة والقطر الداخلي والخارجي لسطوانة أو كرة إذن لقياس الأبعاد الصغيرة والقطر الداخلي والخارجي لسطوانة أو كرة نستخدم القدمة أما لقياس الضغط نستخدم المانومتر وقياس تياري الكهربائي نستخدم الأميتر القدمة ذات الورنية اللي هي المايكرو میتر لقياس قطر أو سمك الأجسام الصغيرة هذه أدوات وأجهزة القياس نجي على البادئات شنو البادئات لقياس كميات كبيرة مثل قطر الأرض أو المسافة بين الأرض والشمس يعني لما نريد القيس القيس قطر كبير أو مسافة كبيرة نسميها البادئات إذن البادئات هي عبارات تسبق الوحدة وتكتب كذلك أسية للرقم عشرة وتكون أما أجزاء من تلك الوحدة عندما يكون الأس سالبا أو مضاعفات لتلك الوحدة عندما يكون الأس موجب إذن أنا عندي وحدة لما تكون مضاعفات هي يكون الأس موجب أو بالعكس لما يكون الأس موجب يعني هاي مضاعفات الوحدة وذا الأس سالب يعني هاي أجزاء من تلك الوحدة هس هاذا الجدول اللي يخص البادئات النظام الدولي التيرة الرمز T قيمة العددية 10.12 الجي جي 10.9 ميجي M 10.6 كيلو كي 10.3 سنتي سي 10.2 ليش لانه سنتي من سنتيمتر هو جزء من المتر فالاجزاء اقنى الاجزاء لازم تكون 10.3 ميجي 10.3 ليش لانه هو جزء من المتر ايضا المايكرو M هذا الرمز مالتي 10.6 نانو N 10.9 بيكو P 10.12 في متو F 10.15 هذا بادئات النظام الدولي للحفظ ايضا اذا نرجع نشرح البادئات البادئات هي عبارات تسبق الوحدات تكتب دال لأسية أس للرقم 10 هايا لما نريد انقيس المسافات او الاقطار الكبيرة اشتركوا في القناة